هذا الأخلاق على الإطلاق هو خلق الحياء الحياء ده لما بيفقد في أمة الأمة دي بتضيع الحياء ده لما بيفقد في أمة الأمة دي بتضيع وده يفهمك ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحياء اتكلم عنه في أحاديث كثيرة جدا وجعلوا إن الحياء من الإيمان وجعل إن الحياء ده دلالة على حياة القلب ليه؟ لأن الحياء ده لما بيفقد بتظهر له أثار خبيثة شديدة جدا زي ما هنأخذ في درس النهاردة تعالوا بس من البداية نعرف يعني ايه أصلا كلمة حياء الحياء زي ما بيقول ابن القيم رحمة الله عليه مأخوذ من الحياة فكلما كان القلب أكثر حياتا كلما كان الإنسان أكثر حياء الحياء هو عبارة عن خلق فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه الخلق ده يمنعهم دائما من فعل ما فيه مذمة ده معنى الحياء علشان كده أبو سفيان لما وقف بين يديه رقل وقال لأصحاب أبي سفيان إذا تكلم بكذب فقولوا إنه كذب أبو سفيان كان بيقول فما منعني إلا الحياء أن يأثروا علي كذبة أنا كنت عايز أكذب على هراقل ولكن أنا اللي منعني من الكذب حيائي إن أصحابي يقولوا علي أن أنا كذب أو يؤثروا علي الكذب فالحياء هو عبارة عن خلق يدعو الإنسان منه لكل ما فيه فضل ويسجر الإنسان منه ويمنع الإنسان منه عن كل ما فيه مذمة أو فيه لون الحياء ده خلق الله سبحانه وتعالى من حبه له وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير وفي رواية يحب الحياء والستر ربنا سبحانه وتعالى حيي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه إليه هكذا أن يردهما صفرا خائبتين ربنا سبحانه وتعالى حيي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق ده خلق الأنبياء والمرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى عليه الصلاة والسلام إن موسى كان حييا ستيرا ولما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم فالخلق ده خلق مهم مهم جدا في حياتنا يوم الأمة بتفقده بتفقد حاجات كتير جدا وعايز أقول لك كلمة واحدة باختصار يوم الأمة بتفقد الحياة بتفقد كل شيء ويوم الأمة بتتمسك بالحياة هي تمسكت بكل خير وبكل فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث عجيب يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمانة والحياة قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن خدوا بالكم إن الحياة والإيمان عبارة عن حلقتين مجموكين في بعض لو رفع أحدهما هيرفع الآخر يعني لو في بنت تخلت عن حيائها هتكون النتيجة إن ده بيساوي مفيش إيمان ده دلالة مفيش إيمان وعلى العكس إن الإنسان اللي عنده إيمان مليان حياء مليان حياء فلما نلاقي في بعض الأوقات صور من ضياع الحياء عند بعض الناس يعرفوا على طول إن ده دلالة ومؤشر على إن الإيمان عند الناس دي ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم لما حبي يبين لنا قد إيه الحياء ده خلق لازم يكون موجود وخطر كبير جدا إن الأمة يعني يقتل حياؤها قال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق كل دين كان بيتميز بخلق معين قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة خلق أو إن لكل دين خلق وخلق أمتي الحياء كل أمة كان لها خلق بيميزها أمتي أهم ما يميزها الحياء خلق الإسلام الحياء كما في رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء ده هو عبارة عن علاقة عظيمة بين العبد وبين ربه وعلاقة عظيمة جدا بين العبد وبين الناس وعلاقة عظيمة جدا بين العبد وبين نفسه الحياء ده لما يكون موجود عندنا ده دلالة أن إحنا متمسكين بشعبة لا تأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير لا يأتي إلا بخير فعلقتك مع الله لا يأتي إلا بخير فعلقتك مع الناس لا يأتي إلا بخير فعلقتك مع نفسك قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان الحياء ده اللي يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا الخلق يبقى فعلا ده دلالة أن فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيحبك أشج عبد القيس أحد الصحابة لما جال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خصلتين وفي رواية خلتين يحبهم الله الحلم والحياء عارف يا أشج في حاجتين كده ربنا بيحبهم جدا إيه الحاجتين دول قال له الحلم والحياء مفيش خلقين ربنا بيحبهم زي الخلقين دول الحلم والحياء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما ما كان الحياء في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة ولما حب يقول لنا عارفين إن المجتمع بيبقى فيه حد صالح وحد مش كويسه والناس درجاته مراتب ففي يوم بيقول السيدة عائشة يا عائشة والله لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا الحياء ده لو كان رجل كان هيبقى أفضل رجل صالح موجود بين الناس لإن ده أعظم خلق وأهم خلق لازم الكل يتمسك بيه طيب في حالة عدم إن في حالة إن الحياء ده قتل في أم من الأم إيه اللي ممكن يترطب على ده وإيه صور قتل الحياء في المجتمعات شوفوا أكتر حاجة أكتر حاجة بيسعى إليها دائما أعداء أمة الإسلام هو قتل الحياء في نفوس أهلها بيسعى دايما إن الحياة ده كخلق وكقيمة لازم نؤمن بيها بيحاولوا دايما هم يقتلوها في حياتنا بيحاولوا دايما يقتلوها في حياتنا وهنتكلم على الوسائل اللي بيستخدموها في قتل الحياء داخل المجتمعات ترجمة نانسي قنقر